اشتركوا في القناة للتواصل الاجتماعي سجل احد الاخوان العراقيين في العراق سجله عراقي كان يمر احد الطرق او احد المناطق في بغداد وسجل فيديو في كاميرته وفي تليفونه كنت يتحدث بي لكي يعني يشاهد الناس ما يحصل في العراق وما عرضه في هذا الفيديو كان فعلا غريب ومثير هو عرض سكة حديد قطار تمر بالفروع الداخلية في مناطق سكنية سكة حديد ملاسقة لأبواب البيوت والبيوت وحيطان البيوت وغرفهم يمر القطار من هناك سكة الحديد من هناك وهذه حالة ربما فريدة في العالم لماذا؟ لأن كل القوانين التي كانت وبغض النظر مرة أخرى وللمرة المليون نقولها هذا ليس له علاقة بنظام سابق ونظام لاحق بنظام ملكي وجمهوري نحن نتحدث عن واقع كان والآن غير الذي كان كانت السكة الحديدية حتى في العراق يعني حتى بعد إنشاءها إنشاءت السكة الحديدية في العراق ربما يعني عام 1905 لكن هي في عام 1916 البريطانيين شغلوها وقبلها في 1914 كان هناك سكة قطار برلين بغداد لكن عام 1916 بدأت تشكلت سكة حديد العراق وبدأت من ذلك الوقت ومن ذلك الوقت صدرت قوانين كثيرة وقوانين هذه من من يعني من الجهات المسؤولة المؤسسة العام للطرق والجسور وغيرها كانت الآن ما أعرف هيئة الطرق ما أعرف شي سموها ما أدري وزارة الإعمار وإسكان والبلديات كلها تحدد أنه هذه الخطوط هذه الخطوط السكة الحديدية يجب أن يكون بجانبها من اليمين والشمال ما يسمى الشريط المحرم وهذا الشريط المحرم قانون يصدر يمنع البناء فيه يمنع الحفر به يمنع التقرب من عنده ويشددون حتى من يكون مناطق قريبة مأخولة من السكان يعني عدد 200 متر 300 متر مناطق فيها سكان فيها مناطق فيها حركة فيها شوارع يعني يضعون سور وسيجون هذا سياجات خاصة تمنع الناس من الدخول أو الحيوانات أو الزيارات من الدخول على السكة الحديدية وخاصة وتقفل بقواطع تنزل عندما يأتي القطار وإنذارات معينة لكن أن تكون السكة الحديدية وسط البيوت في الفروع هذا أمر غريب عجيب هذا أمر يدل أن هذه الأراضي طبعا هذه الأراضي كلها اللي يخلوها شريط شريط المحرم هذه تابعة للدولة هذه أراضي الحكومة أراضي الدولة وأراضي تستملكها الدولة وتضعها كان السابقا يعني بالمؤسسة العامة الطرق والجسور السكة الحديدية أي كان والآن ربما في وزارة الإعمار وسكان وبلديات العامة لا أعرف يعني هكذا المهم هي أراضي تابعة للدولة ولا يمكن التعدي عليها ومن يتعدى عليها بالقوانين العراقية كانت وقرارات منشورة وموجودة يعني كنت أبحث ولقيت أنه يعني كان هناك قوانين بالستة وثمانين يكون صدرات عام بسعمية وثمانين ضمن القوانين والتشريعات العراقية قانون الطرق العامة يقول طريق المرور السريع يجب أن يكون المحرم مالا ميتة وستين متر الطرق الرئيسية مئة متر الطرق الثانوية ستين متر هكذا وخطوط السكة الحديدية أقل شيء حتى يكون يكون جدار أو سور مترين أو ثلاثة أمتار من الجهتين من كل جهة يعني ثلاثة أمتار من كل جهة ويضعون سور خاصة متى كما تحدثنا مناطق سكنية قريبة لكن أن تكون البيوت ملاسقة للسكة الحديدية كارثة هذه أولا يمر هذا القطار وهذا القطار بالسكة بالأرض ثقلة كبيرة هذا يؤثر حتى على أساسات هذه البيوت ثانيا وهو المهم سلامة الناس سلامة الأطفال سلامة العابرين هذا يعني هذا هذا هذه وسيلة للنقل لا يمكن يقافها بسهولة يعني هو السيارة والحوادث الكثيرة ويضرب بريك ووقف وتوقف يدوس على التوقف ويحتاج لمسافة معينة وتحدث حادثة وناس تروح ضحايا كثيرة فكيف بالقطارات اللي تأتي ثقيلة جدا وقوفها مكلف وبطيء لا يمكن التحكم به فكيف يمكن السيطرة على هذه الأراضي هذا يعيدنا إلى موضوع أنه ليس هناك دولة في العراق لو كانت هناك دولة في العراق لحرصت على الناس لحرصت على هذه الأراضي لا أحد يمكن أن يتعدى عليها لا يمكن لأحد أن يبني في هذه الأراضي مستحيل هذه قضية لذلك تحولت بغداد إلى مدينة عشوائية غالبية أحياها عشوائية وبناء يعني ليس له أي تخطيط وبناء أي مكان والكل توزع أراضي من يوزع هذه الأراضي من أنطاها شون قسمت كيف جرى البناء فيها لا أحد يعني حتى بالقوانين حتى بحث تاني عندما تبحث وتقدرون تبحثون حتى في البحث يعني أكو بيان صادر من وزارة حتى في عام 2022 2022 بيان صادر من وزارة الإعمار وإسكان وبلديات العام رقم 2 لسنة 2022 محرم الطرق العامة والجسور أم أيضا خالي المحرمات طيب شون جاوزت عليها هذا يدل أنه ماكو سلطة يخافون منها ما حالي يخاف من السلطة والكل يتصرف لذلك تحولت يعني تم تجريف الكثير من الأراضي تم تحويل طبيعة طبيعة أراضي كثيرة يعني تصنيف أراضي كثيرة زراعية صنفت مصنف أراضي زراعية حولوا تصنيفها إلى أراضي السكنية كيف جرت هذا لا أحد يعلم لذلك الزراعية تدورت تحولت أراضي محرمة أشرطة محرمة إلى مباني سكنية ووزعت أراضي ومنه يسبيها ومنه أخذ منها يعني قضية غريبة عجيبة لكل القوانين تقول في كل البلاد لا ممنوع الحفر بأنواعها بجانب السكة الحديدية لمسافة ثلاث أمتار وربعة أمتار ويعاقب الحبس من سنتين إلى خمس سنوات حتى ويمنع إقامة أو إلقاء أي حجر عن مسافة لا تقل عن خمسة أمتار وثلاثة أمتار من الجانبين هذا كل جزء من 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 حالة غريبة عجيبة تجري في العراق لكن الآن مجمعها السكنية الأراضي مالتها بيدمن من أمطاها شون وزعت لمن أعطيت كيف تحولت هذه الأراضي وكانت بساتين وكانت أراضي زراعية كيف تحولت إلى أراضي السكنية كيف وزعت لا أحد يعلم وبالتالي نسأل السؤال الكبير هي بغداد مصممة الاستيعاب 2 إلى 3 مليون في أقصى طاقاتها كيف صارت هذه المدينة الآن تحوي على 12 مليون مواطن وأحياء عشوائية ما أدري مئات الأحياء العشوائية طيب كيف هذا هذا يدل على أنه يعني لا سلطة موجودة ولا قانون موجود ولا يطبق القانون لها قرار يحترم وهناك قوى قادرة أن تفعل ما تشاء ولا أحد يحاسبه خارج أي سلطة خارج أي حساب عندما يكون الوضع هكذا نستطيع القول أن لا دولة هناك لأنه عندما لا تطبق القوانين والكل يتصرف على هواه والكل يفعل ما يريد والقوي يفرض إرادته مهما كان بإرادة حزب بإرادة ميليشيا بإرادة ما أعرف منه فبالتالي أنت تسأل وأنا أسأل هل هناك دولة في العراق عندما يتحدثون عن الدولة الكثير من العراق غالبية العراقيين يتندرون لأنه هذا مو وضع دولة هذا مو وضع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها يعني أنا أوزع لك أراضي وخليك ع الشريط وخليك وخلي السكة الحديد يتمر القطار يمر بالفروع الثانوية والفروع الداخلية هذا وين صار لكن هذا الحال هو جزء من صورة كاملة لهذه الفوضى التي عمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن ويقولون نحن جئنا من أجل المظلومي وجئنا لنعمر العراق ونبني العراق ونحن يعني ماضين بالإصلاح أي إصلاح هذا ما لأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى اشتركوا في القناة